في أروقة الأمم المتحدة افتتح محمد الحضرمي أولى تحركاته الدبلوماسية فلم تمضي بضعة أيام من تعيينه وزيرا للخارجية في التاسع عشر من سبتمبر الجاري حتى كلف بتمثيل اليمن في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى هامش أعمال اللقاء الأممي الكبير كثف وزير الخارجية من نشاطه الرسمي حيث ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس انحراف التحالف عن مساره من خلال دعم الإمارات لانقلاب عدن وتسليمها للمجلس الانتقالي وقصف الإمارات للجيش اليمني بالطائرات وفق وكالة سبا فإن الحضرمي بحث أيضا مع غوتريس ما يتعلق بتنفيذ اتفاق سوكهولم وخطر المشروع الإيراني في اليمن انتهاكات ميليشيا الحوثي أخذت حيزا من النقاش اليمني مع مسؤولين أمميين وبحسب توضيح وزير الخارجية لوكيلة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح فإن تجنيد الأطفال أضحت سياسة ممنهجة للحوثي في حربه ضد اليمنيين منوها إلى أن اليمن وقعت على خطة العمل الأممية الخاصة بمنع تجنيد الأطفال مطالبا الهيئة الدولية بالضغط على الميليشيا لاحترام قواعد القانون الدولي فيما هو واضح فإن أمام وزير الخارجية الجديد مهمة معقدة حيث تشهد اليمن انقلابين على الشرعية ودولتين أجنبيتين تمارسان تدخلا في شون اليمن وانتهاك سيادته ويترقب اليمنيون خطاب وزير الخارجية ومدى قدرته على توضيح قضيتهم للعالم وهل ستطالب اليمن باتخاذ إجراءات عملية ضد الإمارات أم أنها ستظل داخل النص السعودي الذي عرقل حضور الرئيس هادي لاجتماع الجمعية العالمية